نظمت تنسقية الشباب الأحزاب والسياسيين صالونا حول قضايا المحور المجتمعية بالحوار الوطنية وأضح المشاركون أن حجم المشاركة بجلسات الحوار فاق التوقعات كما أكد المشاركون في الصالون ضرورة أن تحظى توصيات الجلسات السابقة من الحوار بالاهتمام اللازم من قبل الحكومة والبرلمان نظرا لما تحتويه من اقتراحات ثرية ومفيدة الأربع جلسات اللي خلصوا كانوا من وجه نظري التوصيات اللي طالعة منهم أتمنى أنها تكون فيها أمور فعلا تستحق إما تروح لدارة التنفيذية في الحكومة أو تروح لبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ لإجراء أي تعديلات تشرعية دعم وتمكين الشباب والأشخاص زاوي الأعاقة في ملف ريادة الأعمال عندنا ملف تاني نتكلم عنه هو دعم الأنشطة الطلبية والتحادات الطلبة نتكلم عن ملف تاني شكل الرياضة في مصر وعودة الجمهور والشباب اللي بيطلع يلعب باسم دولة أخرى المشاكل اللي بتعوك الشباب الرياضيين أن هم يكملوا في مصر عندنا ملف مراكز الشباب يعني كان شباب كتير بتقولك هي كلها مهتمين بمراكز رياضية طب ليه ما تسموها مراكز رياضية تحت مسمى مركز الشباب فالوضع الحالي فين التدريبات اللي تأهن لسوق العمل وما شبه ذلك هنتكلم عن ملف مهم جدا هو التمكين السياسي للشباب وأيضا كمان فيه جلسات لملف الوعي والتحولات الجيلية وكمان طبعا شبابنا الدارسين في الخارج اللجنة الأسرة والتماسك المجتمعي مع بداية نعقاد أول اجتماع تلقينا كل المقترحات والشكاوى اللي تم إرسالها للأمانة الفنية عملنا زي حصر كده لكل المشكلات اللي موجودة أنا ومقرر لجنة الدكتورة نسرين البغدادي وبعد عملية الحصر طلع عملنا ثلاث محاور رأسيين للمشكلات اللي حتم من مناقشتهم داخل اللجنة أول حاجة مشكلة الطلاق إن هي بتهدد الأسرة بشكل مباشر زيادة معدل الطلاق في السنين الأخيرة طبعا تاني حاجة توصلنا لها مشكلة العنف الأسري تالت حاجة العنف الألكتروني أنا في تقديري إن إحنا نطرح قضايا حيوية زي التعليم والصحة مسألة مهمة جدا وحيوية جدا الحقيقة وفي تقديري كمان إنها شديدة تتماس بقضايا السكان لأن لو إحنا عايزين دخال الهرم السكاني بتاعنا قاطر للتنمية مش معوق لها عليك إنك تعرفي إن السكان دولة لازم تحسني من وصفات التعليم وصفات الصحة وصفات الشباب وصفات الطفل وبالتالي مخرجات اللي جانزة التعليم والصحة هتصب بشكل مباشر في تحسل خصائر السكانين ترجمة نانسي قنقر